لكن في رسالة أفسوس هي رسالة السمويات وهي أيضا رسالة الكنيسة فالسر العظيم اللي بيتكلم عنه الرسول بولوس هو الكنيسة اسمع ما يقول في رسالته إلى هالأفسوس وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل لاحظ الكلام أخضع كل شيء تحت قدميه اللي هي الكنيسة فالكنيسة هي الأداة اللي بتلقل عمل المسيح في هذا العالم وأيضا يقول الرسول بولوس إنه بإعلان عرفني بهذا السر إصحاح ثلاثة وآية ثلاثة يقول أيضا في أجيال أخر لم يعرف به بني البشر إن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل ويقول أيضا الرسول بولوس عن هذا السر أحبائي وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور فإذا بولوس بيعلن عن هذا السر فالكنيسة هي جسد يسوع المسيح فكرة الكنيسة تنبأ عنها يسوع المسيح في قيصرية فليبوس عندما سأل التلاميذ من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان أجاب بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوبة لك يا سمعان بن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الكنيسة أبني كنيستي وأعطيك مفاتيح الملكوت فإذن الرب يسوع تكلم عن كنيسته أنه سيبني الكنيسة فالكنيسة هي ليس مجرد هيئة لكن تتكلم عن جسد حي هيكل حي أعضاء حية لكن هذا السر كان مكتوم منذ الدهور فاتعرف عليه في هذه الأيام الأخيرة أي من خلال أيام المسيح أيضا هذا السر شيء تاني السر المكتوم هو أن الأمم صاروا شركاء يعني بالموعد وصاروا أسرة الله وصاروا أيضا مع جسد المسيح فالرسالة اللي ابتدأت لليهود أيضا هذه الرسالة أو نفس الرسالة أيضا إلى الأمم فهذا السر المكتوم أنه الله في نظره في فكره منذ الأزل أنه الأمم يكون شركاء شركاء في هذا الموعد وشركاء في هذا الجسد أنه الأمم أن يأتوا إلى معرفة يسوع المسيح اشتركوا في القناة